عشرون عاماً مضت ولم تستطع خلالها الحكومات المتعاقبة إجراء التعداد السكاني في العراق فالتجاذبات السياسية كان لها الكلمة الفصل بعدم إجرائه أما اليوم ومع إعلان وزارة التخطيط عن نيتها إجراء التعداد السكاني في العام المقبل لا يتفق أحد على نجاحه دون حل الإشكالات السياسية بمحافظة كاركوك حينما تأتي على موضوع التعداد تظهر لك اسم كاركوك في هذا الموضوع كاركوك المعرق الرئيسي لعدم إجراء الإحصاء السكاني في عموم العراق لأن كاركوك فيها مثل ما تعرف جهات سياسية أو تطالب بأن يكون الإحصاء في كاركوك وفق آليات محددة تطبيع الأوضاع بكاركوك واعتماد سجلات التعداد عام 1957 والاعتماد على سجلات الأحوال المدنية المدققة أبرز مطالب مكونات كاركوك الرئيسية لإجراء التعداد السكاني الذي سوف يحسم أمر المناطق المتنازع عليها إضافة إلى موازنات المحافظات نطالب معالجة الممارسات الساوقة من معالجة التغييرات الديمغرافية أن يكون الإحصاء تحديداً لأبناء كاركوك بالتأكيد هناك معارضة من بعض القوميات نستطيع القول هو يطالب على التواريخ أيضاً يعني يقول لك أنا أريد التعداد 57 والآخر يقول لك أنا لا أريد التعداد بعد 2003 عدم الإسقرار الأمني والسياسي واللدنة النجوح والنجوح المقابل وخاصة من الطرفين العربي والكردي مهمة شبه مستحيلة تواجهها وزارة التخطيط فالاعتراضات في بغتاد على إجراء التعداد السكاني لم تكن أقل وضعة من المعترضين في كاركوك فمتى سيجرى التعداد السكاني التاسع في العراق هذا ما ستكشفه الأيام أو السنوات القادمة لقناة دجلاء محمد الصالح كاركوك ترجمة نانسي قنقر